أكثر من ملياري ليرة سوريا هي قيمة الأضرار الإجمالية للأبنية المدرسية التي طالتها جرائم الإرهابيين في رفاية حمص الشمالي والشمالي الغربي وتنوعت الأضرار بين الإنشائية والمعمرية والمفقودات وبغية إعادة الحياة التربوية والتعليمية لتلك المدارس حرصت مديرية التربية في حمص بالتعاون مع بعض المنظمات الإنسانية على ترميم وتأهيل عدد من المدارس وصيانة أخرى وكان لكاميرا الإخبارية جولة لرصد وقع عمل الورشات الفنية في مدارس الرستان قابت مديرية التربية بالتعاون مع منظمة اليونسيف بإعداد الدراسة الكاملة والشاملة لبعض مدارس الريف الشمالي وقد أعز لنا من قبل مديرية التربية بالقيام بتنفيذها الصيانة الشاملة لهذه المدارس الرستان صار العدد يزيد عن عشر مدارس تم تأهيلها منها الصيانة جزئية ومنها الصيانة شاملة ولا تزال الورش قائمة وإن شاء الله ترجع المدارس بأحلى مما كانت عليه سابقا بمدينة الرستان هون في عنا حوالي 23 مدرسة تم ترميم عشر مدارس منها المدارس دوامين تم استقطاب كافة الطلاب في الأبنية الحكومية زاد عدد الطلاب بشكل لم نكن نتوقع يعني الزيادة كانت أكثر ما كنا متوقعين حالياً عنا 23 ألف وخمسة وثمانين طالب بكافة المراحل الأساسي ثانوي مع بداية الفصل الدراسي الثاني ركبت ورشات الصيانة في مدارس الرستان الشبكة الحديدية للنوافذ وتستكمل عملية تركيب بعض الأبواب الخشبية وطلاء ما تبقى من القاعات وترميم أسوار المدارس المتضررة وذلك بهدف النهوض بالتعليم في هذه المنطقة وبناء الجيل المسلحي بالعلم والمعرفة في عنا لحنا أصفوف تقريباً صارت جاهزة بعد ترميمها في بعض الشعب الصفية أيضاً هي ما زالت قيد الترميم اللي عم يصير فينا لحنا أي صف عم يتم تجهيزه عم ننقل الطلاب عليه والمفرغ الشعب الصفية الثاني اللي عم يصير على أساسه أنه جاهزة مشان يرجع يتم ترميمه مرة أخرى مريم إبراهيم أيوب من رسم محمد قاسم طلاص الحمد لله اليوم استلمنا الجلاءات على أمتي كانت امتياز وأتمنى أن طلاب أفقاة يكونون كمان متفوقين نرجع من الوطن اليوم استلمنا الجلاءات وأخذت شهادة امتياز والشكر الجزيل للكادر التعليمي في هذه المدرسة سوف نعمر الوطن بالعلم والمعرفة أجواء من الطمأنين والاستقرار ينعم بها أهل الرستن من عكس إيجابا على تزايد أعدد الطلب وتلميذ في المدارس فالسوريا اليوم ستنهد من جديد لأن كل من يحملوا الرسالة العلم والمعرفة قادر على تطوير المجتمع علميا وثقافيا واجتماعيا وسينتصر على قوى الظلام والشر والتخلف من أحدى مدارس الرستنبري في حمص الشمالي شيرين العلي الإخبارية السورية ترجمة نانسي قنقر